أعرب عدد من العاملين بمجمع هير صناعي بالعشر من رمضان أعربوا عن شكرهم للدولة إزاء التسهيلات لإنشاء المصنع كما أكد عدد من المسؤولين بالمصنع أن إعطاء الرخصة الذهبية للمصنع سهم في توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستراد وتهيئة العمال لاحتياجات سوق العمل مشيرين إلى أن دولة ساهمت خلال الفترة الماضية بخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا مصر عندها رؤية واضحة جداً لـ 2030 وده جزء من توجه وتوجهات السيد الرئيس وده حاجة بالنسبة لنا كانت حل لأي مستثمر أو لأي حد عاوز يطور صناعة أو يعمل صناعة في مصر بدأنا طبعاً إحنا نعرف أن المشروع عبارة مرحلتين مرحلة أولى مرحلة تانين مرحلة أولى عبارة عن إنشاء المصنع اللي إحنا نحن نحن في حالياً ده بالمسطح 67 ألف متر مسطح المبنى إداري مسطحه ألفين متر مسطح تلالطوابق وصور طوله اثنين كيلومتر وفيه عندنا خزان جوفي من ساعة ألف متر مكعة لازم العمل بيأخذ محاضرة توعية طول بوكس توك بعد كيانا بيبتدي إن هو يتواجه على شغل بتاعه ويكون فيه إشراف ملاي مكافر معاه بنبتدي إن احنا نتحرك عليهم كل شوية لحد لما بيخلص شفت بتاعه بنوفى لهم أماكن رفاهية وأماكن راحة دورنا في المكتب الفني عبارة عن دراسة اللوحات والتنسيق بين اللوحات والتنسيق بين الأقسام ودراسة كيفية تنفيذ هذه اللوحات دي والنهاية تكون مطابقة للكود المصري ومطابقة للمواصفات طبعا فيه حاجات لازم المكتب الفني بيشتبع عليها أو أدوار بيقوم بيها بيزلل التصميم للتنفيذ هو ده يعتبر دول المكتب الفني بصراحة الشركة هنا الشركة الصينية تمام من بدأت عندينا هنا في بداية شغلها إن هي السيفتي أولا وإن هي السيفتي السلامة ودهما حضرنا نحوز على العاملين هنا بخلال إن احنا بنعمله سيفتي اندوكشن تمام؟ وهي التوعية خلال تعليمات على الماكينات وهي طبيعة العمل احنا كنا مسؤولين عن تنفيذ تجهزات الطرق الخارجية خطوط الانفراستراكشر الخاصة بأعمال الكهرباء تنفيذ أعمال الكهرباء بالكامل في المشروع تنفيذ المباني الخارجية بالكامل والمبنى الإداري وعلى مساعة حوالي 2700 متر احنا هنا بدأنا المصنع ده كان عبارة عن نور صحراء وكان حفرة كبيرة بناءنا شغل إن احنا نحط الأسات ونقدر نجيب تلخيص مختلفة من جهات الدولة المختلفة طبعا تعلمنا برضو كلام ده برضو خدنا خبرة أكتر اكتر سبنا خبرة أكتر طبعا لازم نحفظ على الجودة بتاعت المنتج بتاعنا قبل أي شيء حاجة مشرفة وده طبعا بيرجع إلى التسهيلات الأمر بيها أو بتوجيهات القيادة السياسية تشجيع المنتج المحلي وتوطينه النهاردة بدأ تفتح مراكز النهاردة طبعا وزارة العمل لتدريب العمالة المصرية حتى تكون مؤهلة للعمل النهاردة ده مش أول مصنع سيدة الرئيس النهاردة هيبتتع في مصانع كبيرة أملاقة دخلت الأراضي المصرية بيتم إنشاءها وخلاص في التجهيزات المصنع زي المصنع ده بيضم آلاف من العمال المصريين بنشكر طبعا فخامة الرئيس على توفير العمالة الخمسة في المية لنهاردة دخلت سوق العمل لنهاردة المرأة المصرية بقت في كل قطاعات ودخلت سوق العمل لنهاردة العمالة الغير منتظمة لنهاردة بقى لها تأمينات وتأمين صحي لنهاردة أصبح لنهاردة قطاع القص الضمان والأمان لنهاردة موجود في قلبه حتى إنه شغال في أي قطاع حكومي ترجمة نانسي قنقر